رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزية الله بالصف الرابع على بدائي اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة حرائق التعليمية النهاردة سنة رابعة عندنا الوحدة التانية المظاهر الطبيعية في بلدنا الدرس الاول جمال اردنا عندي اول حاجة اولاك بنبدأ بتنوع المظاهر الطبيعية في مصر وعندي كده معلومة عايزة اقولها لكم ممكن نسمحها مع بعض بنشوف كده مع بعض يا سنة رابعة ان مصر دي بلد تتنوع فيها المظاهر الطبيعية وطبعا كلنا لو رحنا رحلة جوية وشوفنا كده من ركبنا الطيارة وبصينا كده على اراضي مصر من فوق الطيارة هنلاحظ ان مصر فيها العديد من المظاهر الطبيعية الخلابة وطبعا لو احنا انطلقنا من مدينة اسوان جنوبا نحو القاهرة شمالا هنلاحظ مجموعة من المظاهر الطبيعية هنتعرف مع بعض دلوقتي تعالي بقى سنة رابعة نشوف ايه هي المظاهر الموجودة على ارض مصر اول حاجة عندنا بيتكلم على حاجة اسمها المظاهر الطبيعية في مصر وبيبدأ بحاجة اسمها نهر النيل بالنسبة لنهر النيل زي ما احنا كده شايفينه سنة خمسة قدامنا في السنة رابعة في الفيديو اللي قدامنا فبنلاحظ ان نهر النيل ده على جانبيه بتوجد السهول الفايدية والسهول الفايدية دي عبارة عن سهول بتبقى صالحة للزراعة وذلك طب احنا عارفين ان نهر النيل بيطلع الطمي بتاعه فبيخلي الاراضي على جانبيه اراضي صالحة للزراعة ولذلك بنلاحظ انه الاراضي دي سعادت على قيام حرفة الزراعة منذ القدم تاني مظهر من المظاهر الطبيعية سنة رابعة اللي عندنا حاجة اسمها الصحراء الشرقية وزي ما هو واضح كده قدام حضرك على الخريطة اني بيقول لي مستر ان الصحراء الشرقية تقع شرق نهر النيل وكمان في لها بعض المميزات طب ايه هي سنة رابعة مميزات الصحراء الشرقية بيقول لي ان الصحراء الشرقية اولاد بتتميز بان هي صخورها صلبة وجبالها شاهقة وهضابها عالية وكمان بجوارها البحر الاحمر زي ما احنا شايف كده قدامك في الفيديو الشغال اللي يستجد فيه العديد من الجزر دي اهم من المميزات اللي بتميز الصحراء الشرقية. هنتكلم بعد كده على مظهر جديد موجود في مصر وهو الصحراء الغربية. طيب اين تقع الصحراء الغربية هنلاقian زي ما احنا شايفين قدامنا تقع الصحراء الغربية غرب نهر النيل. تعالوا نتعرف مع بعد على أهم المميزات الموجودة في الصحراء الغربية فنجد أنها تتميز برمالها الصفراء والهضاب والمنخفضات بعد كده سنرابع عندنا حاجة اسمها شبه جزيرة سيناء بينك وسين هي بيطلق عليها أرض الفيروس بيقول لي مستر أن شبه جزيرة سيناء تقع بين خليجي السويس والعقبة ويطلق عليها زي ما قلت لك من شوية أرض الفيروس بعد كده سنرابع هنتكلم عن حاجة اسمها خريطة التدريس خريطة التدريس دي لها فايدة كبيرة جدا إن هي من خلالها بنقدر نحدد مستويات ارتفاع سطح مصر يعني باللاحظ أن الخريطة اللي عندي دي ملونة الألوان دي كل لون بيدل على شيء فمثلا عندي اللون الأخضر لو بصيت عندك فده بيدل على الأراضي المنخفضة في البلاد طب تفتكر إيه هي الأراضي المنخفضة عندي نوعين اللي هما عندي سنة رابعة أمثلة على منخفضات عندي حاجة اسمها السهول والمنخفضات وهنعرف بالتفصيل عباية عبارة عن إيه وأيضا بيلاقي لون آخر موجود في الخريطة وهو اللون البني وده بيدل على الأراضي الأكثر ارتفعا واللي هندرسها دلوقتي مع بعض زي عندي الهضاب والجبال دي من ضمن الأشياء أو التدريس اللي بتتلون باللون البني على الخريطة وهنعرف كل واحدة منها بالتفصيل فيما تبقى من الدرس عندي سؤال سنة رابعة بيقولي أكتب تفسيرا واحدا زي الميس لسا إله من شوية أهمية خريط مستويات ارتفاعات سطح مصر الموضوع ده بستفاد منه في إيه زي ما الميسم قالت من شوية بيقولي توضيح مستويات ارتفاعات سطح مصر فلكل شكل من أشكال سطح الأرض ارتفاع معين زي كده ما الميسم قيت لك أن اللون البني ده بيدل على المرتفعات أو الجبال وكمان اللون الأخضر بيدل على الأراضي المنخفضة مثل السهول والمنخفضات تعالى بقى نشوف سؤال بيقولي أكتب كلمة صواب أو خطأ المناطق الملونة بالأخضر الداكن أكثر ارتفاعا من المناطق الملونة بالأخضر الفاتح طبعا الإجابة دي إجابة خاطئة السؤال الثاني يلون السهل الساحلي على الخريطة باللون الأخضر إحنا لسه متفقين أن اللون الأخضر ده بيدل على السهول يبقى العبارة صحيحة السؤال بيقولي كمان بيقولي بما تفسر بيقولي تلون منطقة جنوب سيناء على خريطة مصر باللون البني ليه منطقة جنوب سيناء اللي تلك عليها بتلون على الخريطة لما يجي أبص عليها الخريطة لقيها باللون البني طبعا اللون البني بيدل على المرتفعات يبقى أكيد في مرتفعات هقوله لوجود الجبال مثل جبل سانت كاترين وعندي السؤال الأخر بيقول تلون أجزاء من محافظة قنة باللون الأخضر على الخريطة طب إحنا اتفقنا مع بعض أن اللون الأخضر ده يأما يكون سهول يأما يكون منخفضات لذلك بنلاحظ أن الأجزاء أو أجزاء من محافظة قنة باللون الأخضر ليه؟ وذلك بسبب وجود السهل الفيضي على نهر النيل عندي سؤال تالت برضو بمتفسر بيقول تلون الحدود الشمالية باللون الأزرق طب ليه؟ من غير ما خلاص بقى لما أقولك بني يبقى أكيد في جبال لما أقولك أهضر يبقى أكيد في سهل فايدي لما أقولك أزرق سنة ربعة أكيد هتقولي الوجودة المسطحات المائية طبعا باللون اللي هي بيطلق عليها البحر المتوسط سؤال آخر تلون منطقة جنوب غرب مصر باللون البني على خريط سطح مصر واتفقنا لأنه اللون البني ده خاص بالمرتفعات قد تكون المرتفعات هضاب أو جبال ولكن في غرب مصر عندي هضاب زي هضبة الجلف الكبير تعالى مع بعض بقى سنة ربعة نشوف إيه هي مظاهر السطح الموجودة وهنبدأ أول حاجة بالأراضي المرتفعة من أهم الأمثلة اللي موجودة عندي على الأراضي المرتفعة رقم واحد هي الجبال طب تعالى مع بعض سنة ربعة نشوف إيه هو تعريف الجبال وإيه هي الأمثلة اللي عليها بيقولي سنة ربعة الجبل عبارة عن أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار زي ما قدامك كده في الصورة وكمان بيقولي الأمثلة من أهم الأمثلة الجبال الموجودة في مصر هو جبل سانت كاترين لازم أعرف المفهوم كويس جدا عشان بيقولي ما المقصود يبقى ما المقصود بالجبال أرض شديدة الارتفاع وجوانبها شديدة الانحدار أهم الأمثلة الموجودة على الجبال في مصر هو جبل اسمه جبل سانت كاترين من ضمن برضو الأراضي المرتفعة يا سنة ربع عندي التل إيه هي التل أو التلال؟ قالك هي أراضي مرتفعة قليلا ولها قمة هل بالك هي أراضي مرتفعة زي الجبال؟ بس لازم تميز إن هي بيقل ارتفاعها عن ألف ألف متر ومن أمثلة التلال الموجودة عندك زي التلال المقطم ودي موجودة في محافظة القاهرة بعد ما خلصنا وعرفنا إيه هو الجبل وإيه هو التل عندي مظهر آخر من مظهر المرتفعات أو الأراضي المرتفعة قالسنا ربع وهو الهضوب يعني إيه كلمة هضبة؟ قال لي مستر الهضبة هي مساحة واسعة من الأرض مرتفعة ومستوية أو شبه مستوية بغض يعني باختلاف الجبل إحنا قلنا الجبل له الجمة لكن الهضبة لا هي أرض مرتفعة برضو ولكن سطحها بيكون مستوي أو شبه مستوي من أهم الأمثلة اللي موجودة في مصر على الهضوب هي هضبة الجلف الكبير في الصحراء الغربية بعد كده يا سنة ربع هنبدأ مع بعضي وبقى تاني حاجة من المظاهر الطبيعية هي الأراضي الأقل ارتفاعا وهللاحظ أن الأراضي الأقل ارتفاعا يبقى أنا بتكلم على طول على السهول وعندي في مصر نوعين من السهول أول حاجة السهل الفيضي لو جالك سؤال وقالك ما المقصود بالسهل الفيضي هقول هو مساحة من الأرض مستوية قليلة الارتفاع وتتكون من رواسب الأنهور طب إيه أهم أو أمثلة للسهول الفيضية اللي موجودة في مصر عندي الأراضي على جانبي نهر الأنيل من ضمن الأراضي أولاد برضو الأقل ارتفاعا المسألة لنا السهول الفيضية عندي نوع تاني اسمه السهل الساحلي تعال مع بعض نعرف يعني إيه سهل الساحلي السهل الساحلي هسنا ربعا هو عبارة عن مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول سواحل البحر مساحة من الأرض مستوية بس موجودة أو ممتدة على ساحل البحر من أهم وأمثلة السواحل اللي عندنا سواحل البحرين زي ما قدامك على الخير ده سواح البحر الأحمر أو البحر المتوسط دي أهم السهول الساحلية اللي موجودة عندي في مصر هنتكلم بعد كده سالسا يا سانة ربعا عن الأراضي الأقل ارتفاعا أو الأراضي المنخفضة ودي من أمثلتها حاجة اسمها المنخفضات لو جالك سؤال وقال لك ما المقصود بالمنخفضات هقول هي أرض منخفضة عن مستوى سطح إيه البحر كده كده كناها حفرة أرض منخفضة عن مستوى سطح البحر لو قال لك أكمل من أمثلة المنخفضات في مصر هقول له منخفض اسمه مرخفض القطارة عندي سؤال متفوقين السؤال بيقول لي حدد أوجه التشابه والاختلاف بين السهل الفايدي والسهل السحلي احنا قلنا لك يعني سهل فايدي وقلنا لك يعني سهل سحلي عايز بقى إيه هي أوجه التشابه والاختلاف بين اللي اتنين مستنين تبعط لنا الإجابات على القناة بتاعنا هنتبقى سنة ربعا باكين نتكلم على أراضي تحيد بها المياه احنا خلاص عرفنا الأراضي المرتفعة والأراضي الأقل ارتفاعا والأراضي المنخفضة هنخش على النوع الثالث وهو الأراضي التي تحيد بها المياه أول مثال من الأجزاء أو المظاهر التدرسية اللي المياه بتحيد بها هو عبارة عن حاجة اسمها الجزر الجزر ترابع عبارة عن أرض تحيد بها المياه طبعا دي من جميع الجهات أهم الأمثلة اللي موجودة عندي من أمثلة الجزر في مصر هي جزيرة شدوان اللي موجودة في البحر الأحمر زي ما قدامك كده موجود قدامك على الصورة يبقى هنا الجزيرة عبارة عن أرض تحيط بها المياه من جميع الجهات أهم الأمثلة الموجودة على الجزء في مصر هي جزيرة شدوان طب لو جالي سؤال في الامتحان وقال يا اكتب كلمة صواب أو خطأ والسؤال بيقول جزيرة شدوان تحيط بها الأرض من ثلاث جهات لا هي طبعا جزيرة يبقى هيحيط بها المياه من جميع الجهات يبقى طبعا العبارة خطئة أيضا من ضمن المظاهر الموجودة عندي حاجة اسمها شبه الجزيرة أو أشباه الجزر ودي عبارة عن إيه؟ قالك دي مساحة من اليابس وتحيط بها المياه من ثلاث جهات يبقى الفرق ما بين الجزيرة وشبه الجزيرة الجزيرة المياه بتحيط بها من جميع الجهات أما شبه الجزيرة المياه بتحيط بها من ثلاث جهات يحيط بها اليابس من ثلاث جهات وقلنا من أمثلتها شبه جزيرة سيناء بعد سنة ربع ما خلصت بقى الأراضي المرتفعة والأقل ارتفاعا والمنخفضة وحتى الأراضي لك تحيد بها الماء سواء كانت الجزر أو أشباه الجزر تعال مع بعض نشوف مظاهر تدرسية أخرى موجودة في مصر وهي المسطحات المائية وطبعا لو نتكلم عن المسطحات المائية يبقى أول الأمثلة اللي بتدل على المسطحات المائية في مصر هي البحر البحر نسة ربع عبارة عن مساحة من المياه الملحة أقل من المحيط المحيط برضو مياه ملحة بس أكبر شوية من البحر طيب إيه أمثلة البحار الموجودة في مصر أكيد أنت عارفها طبعا صحي كده برفع عليك اللي هي البحر الأحمر والبحر المتوسط هناخد تاني حاجة من المسطحات المائية الموجودة في مصر عندي نهر النيل وتكلمنا عليه أن نهر النيل ده عبارة عن مجرى مائي عزب خلي بالك أن المياه بتاعته مياه عزبة طبعا صالحة للشرب مثل إيه نهر النيل من ضمن المسطحات المائية الموجودة في مصر بردو سنة ربعة هي حاجة اسمها البحيرة البحيرة نسة ربعة عبارة عن مساحة صغيرة من المياه يحيط بها اليابس من جميع الجهات قد تكون عزبة مثل بحيرة ناصر أو مالحة مثل بحيرة البرولوس يبقى البحيرة عبارة عن مساحة صغيرة من المياه بيحيط بيها اليابس من جميع الجهات فيه عندي نوعين من البحيرات سنة ربعة يما البحيرة بتكون ميتها عزبة يما البحيرة بتكون ميتها مالحة طبعا عندك أمثلة في مصر طبعا من أمثلة البحيرات العزبة في مصر هي بحيرة مصر وعندي أمثلة مياه ملحة زي البحيرة البورولوس وعندي سؤال المتفوقين بيقولك قارن ما بين شدوان وسيناء من حيث نوع مظهر السطح الذي تمثله ووصفه وموقعها بالنسبة لمصر ومنتظرين إجابتكم في التعليقات وبكذا نكون انتهينا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا